لا نريد صباق تسلح جديد أو حرباً باردة جديدة لكننا سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا عند الضرورة بهذه العبارات بدأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس تولتربورغ كلمته خلال الذكرى السبعين لقيام الحلفة وفي خطابه أمام الكونغرس الأمريكي في واشنطن دعا الأمين العام للحفاظ على وحدة الدول الأعضاء في الحلف بعد خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه كان آخرها مع تركيا وذكر رئيس الوزراء نرويجيا السابق بالوعد الرسمي لمؤسس الحلف والقائم على مبدأ الفرد للجميع والجميع للفرد داعياً إلى تجاوز كل الخلافات وفي هذا السياق اعتبر أن روسيا هي من بين التحديات الغير المسبوقة التي يواجهها الحلف حيث دعاها مجدداً على احترام معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى والتي وقعتها مع الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة